السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم السبت الموافق 13 من يوليو وأخبار مسيرة صباح اليوم نبدأها بالعنوين رسميا الكافة يعلن إقامة مباراة كأس الصوبر الأفريقي بين الأهلي وزمالك في السعودية ورد فعل الزمالك بعد إعلان إقامة الصوبر الأفريقي ضد الأهلي في السعودية وماذا قال مدرب بيرامدس بعد خسارة فريقه أمام الأحمر وتصريحات نارية من مارس الكولر بعد فوزه على بيرامدس ورحيل حسام حسن والبديل مفاجأة وفي البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مكان إقامة مباراة الصوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية وتجمح هذه المباراة بطل دور أبطال أفريقيا النادي الأهلي وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية نادي الزمالك وقد فاز النادي الأهلي على الترجي التونسي وفاز الزمالك على نهضة بركان وتم الإعلام عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي أن الرياض ستكون المكان الذي سيقام فيه مباراة الصوبر الأفريقي لعام 2024 بين الأهلي والزمالك وقد أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي أل الشيخة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المباراة ستقام يوم 27 من سبتمبر المقبل وأوضح تركي أل الشيخة أن شركة صلة التي تمثل موسم الرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وصلت إلى اتفاق لإقامة نهاء الصوبر بين الأهلي والزمالك في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية المباراة ستكون جزء من فعاليات موسم الرياضة عام 2024 وستقام يوم 27 من سبتمبر المقبل وسيتم الإعلان عن مكان المباراة ووقت انطلاقها في الوقت المناسب من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأعرب تركي أل الشيخة عن سعادته بتنظيم كأس الصوبر الأفريقي في موسم الرياضة والذي يعتبر واحدا من أهم البطولات في القرى الأفريقية وأكد أن هذا الحدث سيجمع بين فريقين عريقين من جمهورية مصر العربية الأهلي والزمالك كما أعرب عن تطلعه لمباراة نفسية تليق بتوقعات الجماهير وقد صرح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أن تعتمد شرع الشراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمملكة العربية السعودية والتي تمثلها الهيئة العامة للترفيه على العلاقة الممتازة والالتزام المتبادل بين الجانبين وقال باتريس موتسيبي نحن في الاتحاد الأفريقي متحمسون ومتطلعون إلى نهاء الصوبر الأفريقي بين الأهلي وبين الزمالك وهما من أكثر الأندية الشعبية ونجاحا في القرى الأفريقية بعد إقامة مباراة الصوبر بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية ماذا يكون رد فعل الزمالك بعد إعلان إقامة الصوبر في المملكة العربية السعودية هذا ما كشفه الإعلامي إسلام صادق عن رد فعل الزمالك بعد إعلان إقامة الصوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية حيث كتب إسلام صادق عبر حسابه أن الزمالك يعقد اجتماع لحسم قراره بخوض الصوبر من عدمه أمام الأهلي في السعودية وكان الزمالك قد أكد رفضه لفكرة إقامة مباراة الدور الأول من الدورة لمصر الممتازة أمام الأهلي على الأراضي السعودية المستشار تركي ألي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية كان قد أعلن بالتعاون مع رئيس الاتحاد الأفريقي باترس موتيبي أنه تم الاتفاق على إقامة مباراة الصور في السعودية ضمن فعليات موسم الرياض لعام 2024 المباراة تقوم يوم 27 سبتمبر في السعودية وسوف تزاع عبر قنوات بي انسبورت القطرية وتزاع أيضا في مفاجأة كبرى على قناة MBC مصر تزاع مباراة الأهلي والزمالك في الصبر الأفريقي مجانا على قنوات MBC مصر وهذا ما تم من إعلانه أمس إبراهيم فايق عبر برنامجه عن هذه المفاجأة القوية أن مباراة الصبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك ستزاع عبر قنوات بي انسبورت وتزاع عبر القنوات المفتوحة قناة MBC مصر نعود إلى فوز النادي الأهلي على بيرامتز بالأمس وماذا قال مدرب بيرامتز بعد الخسارة حيث أكد كورونس لافا المدير الفني لبيرامتز أن خبرة لاعب الأهلي هي سبب الفوز على فريق السماوي في مباراة أمس وقاد أفشى نجم الأهلي فريقه للفوز أمام بيرامتز بسلسية مقابل هدفين في المباراة المسيرة في الدوري وقال أيضا مدرب فريق بيرامتز في المؤتمر الصحفي أبارك للأهلي على الفوز وسبب حسم الأهلي للقاء هو خبرة لاعبيه وفخور بما قدمه لاعبي فريقي وحظ أوفر هي أسوأ كلمة في العالم وأتم أيضا مدرب فريق بيرامتز لدينا مباريات متبقية أعتقد أن الأهلي سيفقد نقاطا في المستقبل هذا ما قاله مدرب فريق نادي بيرامتز أما مارسل كولر وقد أشاد بفريقي بعد الفوز على بيرامتز بسلسة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعة قال مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي عاقب اللقاء قائلا بدأنا المباراة بشكل مميز وأول 20 دقيقة كنا الأفضل وبعد ذلك دخل المنافس المباراة تحدثت مع اللاعبين بين شرطي المباراة عن أهمية التماسك والضغط بالفعل ظهرت شخصية الفريق في الشرط الثاني شخصية فريق كبير استطاع العودة من تأخر إلى فوز حافظ على النتيجة أمام منافس قوي وأقيمت مباراة الأهلي أمام بيرامتز على ملعب استاد القاهرة الدولي اللي أشاد به مارسل كولر بالأمس وقال إن استاد القاهرة تحسن عن زي قبل ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 60 في المركز الثاني من 24 مباراة ليقلص الفارق مع بيرامتز اللي يعتلي القمة برصيد 68 نقطة من 28 مباراة الأهلي له أربع مباريات مؤجلة إن شاء الله في حالة فوز النادي الأهلي في الأربع مباريات المقبلة بإذن الله سيكون فارق عن بيرامتز بأربع نقاط نتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في عن منتخب مصر وفي مفاجأة كبرى عن رحيل حسام حسن حيث تحدثت تقارير صحفية عن وجود تحركات من جانب منتخب مصر والتحاد الكرة للتعاقد مع الفرنسي المخضرم هيرفي رينارد بعد أولمبيات باريس 24 وذلك لتولي القيادة الفنية للفراعنة خلفا للعميد حسام وإبراهيم وحسب التقارير هيرفي رينارد الحصول على مليون وتسعمائة ألف يورو سنويا لقيادة الفراعنة في الوقت اللي بنافس فيه منتخب نيجيريا أيضا على ضم هيرفي رينارد بعد تقديم عرضا بقيمة 2 مليون يورو في الموسم الواحد في الوقت اللي نافع فيه خلاله مصدر مطلع في اتحاد الكرة ما يقال بشأن التحرك للحصول على خدمات هيرفي رينارد وشدد على استمرار حسام حسن في تجربة الحالية مع الفراعنة وتوفير اتحاد الكرة له كل الدعم والمساندة وفي النهاية أشكركم وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته